اشتركوا في القناة الانتباء للجمهور للأهل الناس اللي بتتفرج عليه لأنه في الأول في الآخر بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى وبعد دعا الولدين بيكونوا أنتوا السبب وراء أن الإنسان يبقى مبسوط بنجاحه فحيين تيتوا حشيني كل يوم معنا النهاردة مشكلتين المشكلة الأولية قصتها عجبتني أنا بنت كنت بحب راجل كنت مبسوطة معي جدا في الأول والأول ده كان كتير ما كانش أسبوع ما كانش أثنين ما كانش شهر ما كانش أثنين عدنا فترة حلوة كويسة مع بعض كنت مبسوطة فيها لمدة طويلة المهم اكتشفت أنه مش الشخص اللي هو بيحاول يبان عليه اتحطيت في كذا موقف كان فيهم ندل معايا ما كانش راجل جدع ما وقفش جنبيه طبعا مع التحبيش بتاع انه اكتشفت انه هو بيكلم بنات تانية اكتشفت انه هو اكتشفت انه هو أخلاقياته مش سليمة فقررت انه انا اني هذه العلاقة دي كانت خطوبة علاقتي بوالده ووالدته أسرته وأهله وأخواته علاقة قوية جدا لم تنتهي ما وقفتش بعد فسخ الخطوبة ليه؟ لأنه هما بيحبوني جدا وهما كانوا مدقين جدا وإحنا بنسيب بعض وهما كانوا بيقولون هي دي زوجة المستقبل وأنا كمان كنت بحبهم بحب مامته زي مامتي وبحب بابا زي بابايا واخواته زي اخواتي وعمري ما شفت منهم اي حاجة وعش انتهت العلاقة وللأسف الشديد ما سمعتش كلام كل الناس اللي حوالي وكنت لسه بتكلم مع مامته كنت لسه بتكلم مع بابا ومع اخواته ما فيش اي موضوع لحد ما بابا توفى وهنا بقى انا واقع في مغرس وحش جدا يا اروح عزي وتوفى ده اللي هو توفى يعني القصة دي حصلت امبارع يا اروح عزي وممكن اتفهم ان انا بروح عزي علشان خاطر الفة انتباهه او الفة نظره او ان انا برجع الموية المجريهة تاني وان انا لسه بود الاسرة ولسه بتكلم معاهم وان فيه امل الباب ما تقفلش والامل ما تقطعش او اني مروحش واكتفي برسالة لمامته اعزيها في جزها وابعت رسائل اخواته واقولهم البقاء لله البقاء والدوام لله وخلصت القصة لحد هنا انا محتارة لانه انا عمري ما هرجع اتنين انا بحبهم قوي وزيلت عليه قوي وعيطت على انكل ومش عارفة اعمل ايه دلين فيارتني كنت قريطي الرسالة دي مبارح قبل ما نطلع النهار ده على الهوى لان انا كان نفسي تروحي الجنازة الدفنة الصبح فيه فرق ما بين الاصول والمشاعر الاصول اللي انا تربيت عليها كبنت او كست انه اي حد ازاني بما فيهم الراجل اللي ازاني بما فيهم صاحبتي اللي ازاتني بما فيهم مديرتي اللي ازاتني ايا كان هو مين اللي ازاني لو واعف دي او واعف موقف فرض وواجب علي ان انا اقف جنبه او ان انا كون موجودة دولة دي الاصول بيعملوا كده بيحبك بتحبيه بيكرهك بتكرهيه شتمتوا بعد وانتوا ماشيين ضربتوا بعد وانتوا ماشيين بهدلتوا بعد وانتوا ماشيين ده حاجة ده حمادة والمشاعر والحب واللاف لفا وحبيبي وقلبي طمام الشي طب مش عايزة اشوفك تاني طب بقى بلوكة او بلوكة او دي حاجة تانية خرص تروحي العزق وتعزيه وتعزي مامته وتعزي اخواته زي اي بنت بنته اصول في الدنيا وتعتذري عن عدم موجودك في الدفنة وتقولي انه انا يا اما ما كنتش اعرف يا اما ما شفتش يا اما كان عندي حاجة قهرية اجزبي لكن ما نطلعش مش ولاد اصول هو يفهم ان انت عايزة ترجاي هو يفهم ان انت بتعملي كده علشان خاطر انت لسه بتحبيه هو يفهم ان انت لسه بتفتحي باب دي اسمها مشاعر يغبط دماغفل حي تبع بيها لكن انا بنته اصول وعشان انا بنته اصول انا لازم اعمل اصول ولازم نفرق طول حياتنا واحنا عايشين انه فيه فرق ما بيننا كون بتعامل مع الناس بمشاعري بقلبي وان انا كون بتعامل بالاصول والاخلاق ده حاجة وده حاجة تعنيه خاص دي اول قصة معنا النهار ده انا طبعا الحياة تقولها عشان انت هي تروح او انت ترحق تروحي تحضري العزم القصة التانية واحدة بتحب واحد مش عايز يتجوزها ومش عايز يسيبها وكل ما تقوله انا عايزة نتخطب او نعمل خطوة يقولها حاضر وطيب تتخنق تقرف من طريته تسيبه يروح يرجع لها هنتجوز ما بيتجوزهاش دايرة مغلقة عملين ايه يلفوا حوالين بعض فاجون في الاخر حصل خناية كبيرة جدا ما بينهم ما بين بعض انت عايز مني ايه انت لا عايز تسيبني في حالي ولا عايز تتجوزني يا دي نيلا يا دي العيشة حرام عليك خلاص سيبني يبدأ من اول وجديد لا انا مش هسيبك لحد تاني لا انت مش هتتجوزي حد تاني انت امراضي انا انت بتاعتي انا انت تخصيني انا اللي هي جنبك حاشيه من على وش الدنيا اللي هي جنبك حمسح باسمه من التاريخ طب يا عم تعلق جوز طب انا صنع الظروف والجوابات فبعتها بتفهم او بتسأل هو فيه راجل ممكن يبقى مش عايز يسيب واحدة للدرجات ومبقاش بيحبها الله طب لهو لو بيحبها ما بيتجوزهاش لي ويبقى عايز بيت يتقفل عليهم خصوصا ان انا واخد بالي من نفسي كويس قوي ومش بخليه قرب علي ومحافظة على الحاجة دي جدا ولا تلمس ايدي ولا مش عارفة ايه ولا بتاع ازاي ازاي فيه واحد بيحب واحدة قوي كده ومتمسك بيها قوي كده وفي نفس الوقت مفيش بيت عايز يجمعهم مع بعض خصوصا ان هو مدية مش مرتاح قوي لكن هو يقدر يتجوز فيه حب اسمه حب الاستخصار الحب ده احنا بنتحبه وما بنبقاش واغدين بلنا منه لان احنا كستات او كبنات عندنا ابيض بيحبني اسود لا ام بيحبنيش ابيض احنا مع بعض اسود احنا مش مع بعض المنطقة الرمضية دي قليل قوي الستات او البنات اللي بيعرفوا يستحملوها لكن فيه حب بقى عند الرجالة اسمه حب الاستخصار انا شايف انها زي الامر وشايف انها متربية وشايف انها بنت ناس شايف انها نكحف شغلها شايف انها حنينة جيبلي هدايا بترعاني كريمة معايا وكريمة مع الاخرين زكية شطرة خطيرة فضيعة تجنن خلاص انا شفت كل الحاجات الحلوة دي فانا مش حارف حان بيها ايه هل انا هتجوزها ولا مش هتجوزها انا الحقيقة مش متأكد فانا لازم اخليها لان انا حستقصر انه بصيها لواحد تاني ياخد الجمال دا كله وياخد الزكاء دا كله وياخد الحلوة دي كلها وياخد الدماغ دي وياخد الهدايا دي وياخد الحنان دا وياخد الاهتمام دا انا اولى الله ما انا اولى فانا هستقصر انا بحبها استخصار عارف بقولك بيأكل استخصار بيأكل اخر ما عنده لاخر زاده بدل ما الاكل يترمي هو بيحبك بقى الحب دا هو بيحبك حب الاستخصار بدل ما الاكل يترمي بدل ما حدتك تروح الواحد تاني ففضل لعبك أحبك وأجيلك وأتنطط حواليكي وأنتي حبيبتي وروحي وقلبي وشوية وروح وشوية يجي ولأ أو ما أدرش أستغنى عنك وأضوعية وأنتي حياتي وأنتي روحي أنتي مراتي المستقبلية أنت تجنيني أنت تهبيني أنا ما أدرش أستغنى عنك وأول لما تزنقيني زي الفار في الكورنر ما أنا كده لازم أفلفص ما أنا كده أنا مش عارف عام بيك إيه أنا مش متأكد أنا عايز أتجوزك عالي لسه ما تدنيش الإشارة هو مستخسرك فمش عايز سيبك لحد تاني وفي نفس الوقت هو حدك في الإيريا أو في الحدود بتاعت أنا لسه ما أخدش قرراني أنا حتجوزها فهنا نعرف نلوم على الرجالة في الأول يعني في البداية اللي هو بداية العلاقة ليه لأن أنا ما بقاش فهم هو عايز مني إيه لكن أولا ما اللومت تنور قدامي خلاص وابقى فهم أنه هو رايح راجع رايح راجع رايح راجع ولا جاب دبلة ولا قابل أمي ولا قابل أبويا ولا خطبني ولا تجوزني وعمل بس يلاقبني زي العرائز كده اللي بيسموه عرائز المسرح أنا هنا لازم أقو قرار يا حتيجي يوم الخميس الجاي تقابل أمي وأبويا وحتتفق عن إحنا واحد اتنين تلاتة اربعة يا بابا أنا ما بلعبش اللعبة دي تعني أنت اللعبة دي هتفضل قفل عليكي شوية سنين طويلة وده مش حب حقيقي ده مستخسرك بس مستخسرك أنت يتعيشي متهنية مع راجل تاني مستخسر راجل تاني أنه يتمتع بكل هذا الجمال والزكاء والحلاوة فأنا مش معقولة أصلا هكمل عمي ما واحد مستخسرني لأنه بالبلد اللي حبيني لو بيحبيني إيه اللي معطله معاه فلوس يتجوزني راجل مالو هدومه عنده شغلانة بيجي له منها فلوس فإيه مستني إيه إيه اللي منعك عشان تيجي تتجوزني يا إما مش هتبقى بتاع جواز يا إما أنت مش شايف أن أنا الزوجة الصالحة المناسبة يا إما أنت عندك مشاكل في فكرة الارتباط يا إما يا إما دي مشاكلك أنت روح الليها بعيد عني عم بدمغنع العمر بفوش كتير ها والأيام اللي بتمشي وراء بعدك كأنها بمبوني بتطلعين من كسي الحلويات أنا لسه فاكرة أيام كان عندي حاجة وعشرين سنة وكنت مش عارفة بقول إيه النهاردة أنا عندي اتنين واربعين العمر بفوش كده كده فعلا فبقى ليش بقى الطيار عمره كله ما واحد بيحبك حب استخصار أنا عارف أفرق منين من الحسم حسم أمره معاك يبقى ده مش استخصار تردد كولد فيت ما عارفش إيه الحاجات اللي هم بيقولوا عليه عادي لأ أو بيلعبني زي العرايس المسرح رايح راجع علي يبقى ده حب استخصار وأنانية مطلقة خضي بعدك وتكلي على الله وده رأيه ومنتهى الأمان مش عادة يا عزيزات وفنانسي الحيوات حاصل قصير جدا إلا لكم من هي نوص ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة